ناقش محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جبر خليل خلال لقائه وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري بحضور قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد الوضع الأمنية والخطط الموضوع لتعزيز حالة الاستقرار المجتمعي من خلال تعاون القوات الأمنية بكل مسمياتها وشدد محافظ صلاح الدين على دور منتسبي الشرطة في حماية الأمن الداخلية والذي لا بد أن يتواكب مع دعم فني ولوجستي يواكب المهام الملقاة على عاتقهم مشيرا إلى أن الحكومة المحلية لم تدخر جهدا في توفير كل المستنزمات الضرورية لنجاح مهامها للحفاظ على الأمن المتحقق والذي أسهم في عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة مشددا على أهمية الإسراع في إنجاز معاملات عودة المنتسبين المفسوخة عقودهم من أبناء المحافظة من جهته أشاد وزير الداخلية دكتور ياسين الياسري بتوجهات محافظ صلاح الدين وإعطائه الأولوية للملف الأمني في تنفيذ برنامجه الحكومي كونه الأساس في البناء والاستثمار وتحقيق رفاهية المجتمع